هذا اليوم أبو أحمد خلينا أبدأ معك حول التوقف هل أنت مع أم ضد التوقف والله بالتأكيد ما في أحد يقبل التوقف الدوري جميل دوري محترفين في مثل هذه الفترة خصوصا أن التوقفات هذه السنة كانت كثيرة بعضها طبعا مقبول بعضها غير مقبول أيضا كان يتوقف أكثر لو قيمة دور تقليل في الكويت لكن أيضا لا بد أن نضحي جميعا لأجل منتخب الولمبي نحن للأسف الشديد سنوات ربما عقدة أو أكثر ليس لنا أي حضور دولي على مستوى المنتخبات ككل ومستوى الأندية أيضا لم تحقق آسيا بالتالي مثل هذا المنتخب أكيد كل دول العالم تطمح إلى أن تكون في أولمبياد ريو دي جانيرو من المؤكد أن الخطوة هذه أجمع عليها اتحاد قدم اتخذها لمصلحة المنتخب الولمبي اتخذها لمصلحة أيضا ممكن اتحاد قدم الذي لم يحقق أي شيء من الإنجازات اللي كانت مؤمل فيه ربما أيضا هذه تكون هدف له لكن في الأخير لا بد أن نحن نتجاوز مرحلة جدل التوقف من عدمه لأن الآن أصبحنا أمام حقيقة وواقع أن المنتخب الولمبي الآن معسكر وعلى وشك وأيضا هناك لعبين تم ضمهم وبالتالي هناك سبب أن بعض الأندية لا يمكن تلعب بدون بعض نجوم هالي لعبهم فريق الأول